اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يضل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيك بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العامة موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج الاسد طبعا اول شي رح نحكي عنه رح نحكي عن الانتقال اللي رح يصير بين الشمس وعطارد رح ينتقلوا الاثنين لبيتك الثاني للعذراء وهاي فترة ايجابية اقوى من الفترة اللي مرت عليك او الشهر اللي مر عليك ليش لانه اللي مر علينا بالشهر هاد وانا تحديدا ما هو من موليد برج الاسد انه كان كل الكواكب اللي موجودة بالاسد شكلت زوايا سلبية ضغطت بشكل كبير وسببت نوع من انواع التوتر او القلق او التعطيلات لبعض المسائل غير انه تحرك الشمس دائما بكون بشكل متصاعد يشكل ايجابيات الان وجوده بمعنى بدت السنة من الجديد او سنة الجديدة لموليد برج الاسد اللي من خلالها رح يحققوا انجازات تكون لصالحهم على الاغلب يعني اغلب موليد برج الاسد رح يستفيدوا من الفترة القادمة وانتقال الشمس وعطارد للبيت الثاني يعني امور مالية او اهتمامات مالية او حلول مالية او دعم مالي او مشاريع مالية او مكاسب تيجي عادة من عمل اضافي هبات مساعدات او مشاريع او هدايا يعني فترة ايجابي ودعمي ماليا بشكل كبير وممكن تجدوا حلول حتى للمشاكل المالية اللي كانت ضغط عليكم بالفترة الماضية اما بالنسبة للزهرة فما زالت موجودة في بيتك اتناعش يعني ضايل لها الفترة القادمة وبعدين بتنتقل بتصير عندك بالاسد بتبلش المرحلة الثانية المهمة برضو واللي بتعطي ايجابي ولكن طالما هي موجودة في بيتك اتناعش معناته هي حميتك من اعداء خفيين او متخفيين بصداقة حميتك على مستوى العمل ومشاكل العمل ما بتخلي حد يقدر يتعامر عليك بالخفاء لانه انت كاشف الكل تقريبا وفي نفس اللحظة بتجيب لك معلومات بطريقة مفاجئة يعني بدون ما تتعب حالك بدون ما تتعني حالك بتلاقي المعلومة ايجت لعندك على البارد المستريح وبتكون عارف انت كل الاحداث برضو بتساعدك ببعض الامور اللي الها علاقة بالعلاجات يعني بتمرض تتعب من المفروض انه يكون المرض هذا مثلا خطير ولكن وجود الزهرة في هذا البيت شوي بحمي وبساعد في عملية الاستشفاء الذاتي عندك او ايجاد العلاج السريع لهاي الامور اما بالنسبة للمريخ فالمريخ موجود في البيت التاسع وبشكل زوايا سلبية زي ما حكينا فعشان هيك بالفترة هاي لو ركزتوا بتلاقوا انه المشاكل صارت مع اجانب صارت مع اشخاص خارج البلاد صارت مع مؤسسات تعليمية صارت مع شركات الها علاقة بالاستراد والتصدير مع اشياء الها علاقة بالاتصالات على انواعها الطلاب الجامعيين واجهوا بعض المشاكل على مقاعد الدراسة او خلافات ما بينهم بين زملائهم او رؤساهم او معلمينهم او بالجامعة اللي هم بدرسوا فيها صار خلافات حتى ممكن على الاقصاد صار خلافات في بعض الموليد برج الاسد صار عندهم خلافات على مستوى القضايا القضائية او تورط بمشاكل شوي العلاقة بالاوراق والمعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت السادس طبعا هنا صار مناقض للبيت اتناعش لانه البيت السادس برضو الاعلاقة بالعمل والاعلاقة بالصحة وبشكل زوايا سلبية بسبب تواجد الكواكب اللي هي مشتري وبلوتو وعطارد مشتري وبلوتو وزحل والثلاثة بيتراجعوا وبشكل زاوية تربيع مع المريخ معناته هاي بده تجيب مشاكل على مستوى العمل او بده تجيب مشاكل على المستوى الصحي فعشان يكفي تقلبات صحية او امراض المناعة بتكون نازلة شوي بتحس بتوعكات صحية بتحس بمشاكل بالعمل او حد بتآمر عليك وخلافات ما بين موليد برج الاسد وما بين زملائهم او رؤسائهم في العمل وبيتراكم العمل عندهم اكثر من المعتاد يعني في ضغط على مستوى العمل او تعطل مسائل الها علاقة بالعمل اما بالنسبة لنبتون في البيت الثامن فهو ممتزج بالفتر الماضي صحيح بتراجع ولكن بعمل مخاوف مخاوف هاي بتجي على القروض على الديون على الالتزامات خوف من المستقبل خوف من انه ما يكون عندك القدرة لحل بعض المسائل المالية بتتراكم بعض المسائل المالية او المطالبات او الديون او الفوتير بصير فيه مسائلات انه وين مصريك راحت وين فلوسك راحت وين صرفتها فيه اشخاص دخلوا بخلافات بالاموال اللي لها علاقة بالشريك اللي هو الزوج او الزوجي اموالهم اما انك اخدتها استخدمتها او اتهمت بانك انت تصرفت فيها او ما احسنت التدبر فيها اما بالنسبة لأورانوس أورانوس بأثر على البيت العاشر اللي هو بيت السمعة وبما انه بلش يتراجع من الاسبوع الماضي فمعناته الو علاقة ببعض الاشياء اللي بتشوه السمعة او اتهامات او اشياء ناس بتتآمر عليك لا تشويه سمعتك ناس بتحاول تنتقدك انتقادات لاذعة هدامة مش انتقادات بناءة بتخلي فيه خلاف ما بينك وبين شخصيات مهمة او بتحدث خلافات او سوء تفاهم ما بينك وبين بعض الاشخاص بمناصب بتسوي مشاكل ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل بتراكم بعض الاعمال او بيجيك عمل صعب بشكل مفاجئ ما بتقدر تتصرف فيه بالصورة الطبيعية اللي انت سهل جدا انك تحله ولكن يعني الزهرة بتساعدك في هاي المسائل ولكن برضو ما تنسى انه هاي فترة ضاغطة من تراجع اورانوس بدك تكون حذر منها اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية فطبعا من صباح امس الاربعاء القمر صار موجود بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة ففي الفترة هاي بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة ممكن تناقش موضوع مالي اهمش انك ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر اموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على عقد وحدد اهدافك بشكل جيد من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر صار موجود في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد ابتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع اخ او جار ابتكثر النشطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك ما تتردد بالتحرك من ساعات ظهر يوم الاحد القمر صار موجود بالعقرب وحتى ساعات عصر يوم الثلاثاء بتنهمكوا في ادخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه او يميل افراد العائلة الى مد يد العون لاله ممكن تدخل فترة فيها مواجهات مع الحبيب او مع افراد العائلة الفترة متوترة جدا ممكن تضطر للاهتمام باحد افراد العائلة او بعطل منزلي اهم اش انك ما تهمل صحتك من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس حتى ساعات مساء يوم الخميس فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ممكن تنفرج اساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحباء وصحح الاخطاء قدر الامكان من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي فهونا بيبدأ العمل بالتراكم عندكم مع هيك انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه لا تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة فكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية اهمش انك تحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او احد الاصدقاء وممكن يكون عندك نوع من انواع الاهتمام اما بعمل جديد او عمل جديد تحديدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان مشان الدليل